يعود نقاش بشأن إصلاح مجلس الأمن الدولي وفتح الباب أمام أعضاء جدد إلى الواجهة بعد أن عطلت الخلافات توسيع المجلس حتى اللحظة ففي آخر التطورات أكد وزير الخارجي البريطاني جيمس كليفرلي موقف بلاده من ضرورة إصلاح منظمة مجلس الأمن وأبدأ تأييده منح القارة السمراء مقعداً دائماً فيه كليفرلي دعا أيضاً لمنح العضوية لكل من الهند والبرازيل وألمانيا واليابان مبرراً دعوته بالوصول لمجلس أكثر شمولاً وأكثر استجابة للتحديات الدولية أما أولويات واشنطن فتختلف على الرغم من تأييدها لعضوية القارة الإفريقية إلى أنها تشجع انضمام الهند أولاً موقف أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن لدى زيارة رئيس الوزراء الهندي إلى واشنطن بدورها تأييد روسيا توسيع مجلس الأمن وضم مزيد من الدول إليه سوف نسعى إلى توسيع مجلس الأمن الدولي عبر ضم دول من آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية وإن زيادة أعضاء غربيين وممثلين عن الدول الغربية ليس لديه أي أفق ويخالف المساواة وإذا كان الجميع يقف حقيقة خلف الديمقراطية فلنطبقها إذن في العلاقات الدولية أيضاً أما على مستوى آخر فتصر كل من البرازيل وهي خمس أكبر دولة في العالم من حيث المساحة والهند وهي أول دولة من حيث عدد السكان على الحصول فوراً على مقعدين دائمين بالمجلس على اعتبارهما أقوى بلدين ضمن مجموعاتهما الإقليمية في حين تطالب إفريقيا بمنحها مقعدين دائمين تشغلهما بالتناوب دولة تختارهما المجموعة الإفريقية تعويضاً عن المظالم التاريخية التي حلت بالقارة السمراء إلا أن النقطة الأهم من ذلك هي أن كل الدعوات إلى إصلاح مجلس الأمن لم تلقى استجابة حتى الآن وسط شكوك تدور حول قبول الأعضاء الخمسة الدائمين التخلي عن امتيازاتهم أو إشراك آخرين فيها وتشمل العضوية دائمة في مجلس الأمن خمسة دول تملك حق النقد الفيتو وهي الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا وباريطانيا والصين في حين يشغل المقاعد العشرة الأخرى أعضاء يتم انتخبهم لفترة تستمر عامين